سك من الغفراء وفيض حكمته رمضان والقرآن أنهار رحمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم وعباداتكم التسليم لله عز وجل ولرسوله وللأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين من أوجب الواجبات بل هو أساس الدين وركنه وأن من أهم حقوق إمام زماننا علينا هو التسليم لأمره عجل الله تعالى فرجه الشريف حيث أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله المنصوب من الله عز وجل وحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى فهو خليفة رسول الله الناطق عن الله عز وجل المفترض علينا طاعته فمن أهم حقوقه علينا التسليم لأمره والأدلة على التسليم كثيرة جدا منها العقلية ومنها القرآنية ومنها ما ورد من الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام فقد ورد في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني حتى في نفسه الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يكون عنده ضيق صدر أو اعتراض أو عدم ارتياح أو انزعاج من الأوامر الإلهية الصادرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أو خلفائه بالحق وكذلك ورد من الروايات الكثير فعلى نحو المثال ما رواه الشيخ الكليني أعلى الله مقامه بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا ثم قال وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك المشركين يعني إيمانهم بدون التسليم والرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام إيمان ناقص إيمان غير مقبول التسليم فيه التسليم فيهم أكثر من معنى لعله أو أكثر من معنى يمكن أن يتصور هناك التسليم العملي بأن يبني أن يطابق فعله أوامرهم يطابق فعله أوامرهم وهناك التسليم الفكري تسليم نظري بمعنى أن العبد المؤمن الموالي لأهل البيت لا بد أن يبني منظومته الفكرية بناء موافقا للمنظومة الفكرية التي يطرحها أهل البيت عليهم السلام هذا البناء يكون موافق لما ورد عنه فقد ورد أيضا في الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد صلوات الله وسلامه عليه فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني يعني معنى التسليم أنه هو عقيدته يبني أن تكون موافقة لعقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيحرموا ما حرموا ويحللوا ما أحلوا ويرى أن الحق هو الحق عندهم وأن الباطل ما رأوه باطلا وما حكموا عليه بأنه باطل ولا يعترض ولا يكون له رأي في مقابل رأيهم بل يكون القول منه ما قال آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فإذا كان عنده شبهة أو إشكال أو فد أمر غير واضح في بعض الروايات يرد أمره إليهم كما ورد في الروايات المتقدمة لا يعترض لا يقول أن هذا حكم غير مقبول هذا الحكم مثلا مخالف لكذا لا يعترض ولا يرد الأحكام بل لابد أن يرد أمره إليهم بمعنى أنه إذا وجدت عندك شبهة أو إشكال في بعض الروايات تتوقف تقول أنا لا أعلم أرجع أمره إلى أهل بيت العصمة عليهم السلام البعض قد يقول أن هذا تعطيل للعقل وهذا تقليد أعمى الجواب أن العكس تماما هو الصحيح إن قمة العقل والتعقل والمنطق أن يكون الإنسان عنده تسليم تام خال من أي اعتراض على من يعتقد عصمته على من يعتقد عصمته نحن إن كنا نعتقد أن إمام الزمان وأهل البيت عليهم السلام هم معصومون بمعنى أنهم لا يخطئون ولا ينسون ولا يكذبون حاشاهم تمام؟ وإن كنا نعتقد أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل وأنهم ينطقون عن الله ويبلغون رسالات الله وينقلون أحكام الله عز وجل فحينئذ ما معنى أنه نعترف الاعتراض الإشكال المسائلة تكون إذا احتملت خطأه فأنت تقول على أي أساس ولماذا قلت كذا ولماذا أفتيت كذا ولماذا تحركت ولماذا قاتلت ولماذا سالمت هذا إذا كنت تحتمل أنه مخطئ أما إذا أنت عندك عقيدة بأن هذا الشخص معصوم مسدد من قبل الله عز وجل لا يخطئ ولا يسهو فبعد أي معنى أصل للاعتراض أصل العقل يحكم أنه لا بد من التسليم التام والعقل أيضا يحكم بسفاهة الاعتراض والمسائلة ومن هنا يتبين ضعف ووهن وعدم عقلانية المقولة التي تدعو إلى مساءلة ومحاسبة المحصوم هذه المقولة نعم ممكن تصدر من شخص لا يعتقد بإمامته لا يعتقد بعصمته نقول ممكن تصدر منه هذه المقولة أما شخص يدعي أنه هو يؤمن بالإمام ويؤمن بعصمته ثم يدعو إلى محاسبته هذا لا يجتمع منطقيا عقليا لا يجتمع الدعوة إلى المحاسبة مع الإمان بالعصمة ثم أن ظهور الإمام وقيامه وتسنمه هذه المسؤولية الإلهية الظاهرية لا شك أنه يحتاج إلى أنصار وهؤلاء الأنصار ليسوا أنصار من نمط عادي بسيط بل لا بد أن يكون الأنصار فيهم صفة التسليم وهو التسليم المطلق التام لأمره صلوات الله وسلامه عليه فإذن الظهور متوقف على تحقق أو وجود هذا النوع من الأنصار البعض مثلا قد يسأل يقول بنتيجة نحن اليوم عندنا الملايين ممن يقصدون الإمام الحسين مشيا على الأقدام هناك الملايين ممن يخدمون الإمام الحسين هناك عشرات الملايين أو مئات الملايين ممن يؤمنون بأهل البيت وممن يفدونهم بأنفسهم نحو هنا في تجربتنا ووجدنا حقيقة عشرات الآلاف ممن فدوا أهل البيت بأنفسهم ليسوا فقط مستعدين بل فدوهم بأنفسهم أليس هذا كافيا حسب الظاهر أنه ليس فقط الاستعداد للفداء هو المطلوب بل أن يكون عنده تسليم فكري يعني رؤية الفكرية العقائدية تكون متطابقة مع أهل البيت تابعة تابعة لأهل البيت عليهم السلام فلا يكون عند أي شك وإي اعتراض وإي تردد في طاعة أوامرهم وتكون عقيدته يعني أي شيء يسمعه منهم يعني يصدر منهم هو يسلم به ويقول هذا هو الحق من الله عز وجل ويشهد لذلك ما أورده ابن شهر آشوف في كتابه المناقب مناقب آل أبي طالب حيث قال أنه دخل على الإمام الصادق عليه السلام سهل الخراساني سهل الخراساني دخل على الإمام الصادق عليه السلام وجلس وسلم عليه ثم قال له يا ابن رسول الله أنتم أهل بيت الإمام والحق عندكم فلماذا لا تنهضون وتقومون بهذا الأمر وأنت تجد من شيعتك من شيعتك مئة ألف يضربون بين يديك بالسيف يقول أنت عندك مئة ألف شخص مستعد أن يضرب بالسيف بين يديك لماذا لا تنهض ولماذا لا تثور ولماذا لا تقوم بهذا الأمر فقال عليه السلام اجلس يا خراساني رعاك الله ثم قال لجارية عنده أمرها بأن تسجر التنور توقد النار فلتنور وبعد أن أوقدته حتى أصبح كالجمرة رواية عبرك أصبح كالجمرة قال للخراساني يا خراساني قم واجلس في هذا التنور والخراساني ارتعدت فرائصه وقال يا ابن رسول الله لا تعذبني بالنار أقلني أقالك الله قال له الإمام قد أقلتك ثم دخل في هذه الأثناء دخل أحد أصحاب الإمام اسمه هارون المكي هارون المكي كان يمسكنا عليه بيديه ودخل الإمام مباشرة قال له يا هارون اتركنا عليك ضعنا عليك في الأرض ودخل في التنور وقال سمعا وطاعا دخل في التنور مباشرة والإمام أصبح يحدث هذا الخراساني بأخبار خراسان وكأنه من الذين يسكنون في خراسان بعد ذلك قال له قم وانظر في التنور فوجد هارون المكي جالسا في التنور في تلك النار الحارقة على تلك الجمرة ودون أي اعتراض ولم يصبه سوء ثم سأله الإمام الإمام سأله الخراساني قال له كم يوجد من أصحابك مثل هذا كم تجد بخراسان مثل هذا فقال والله ولا واحد قال عليه السلام لا والله ولا واحد لا يوجد مثل هذا أما إنا في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا لاحظ يقول مئة ألف مستعدين لشهر السيف بين يديك ولكن الإمام يقول خمسة معاضدين لا يوجد معناه أن هؤلاء الذين هم مستعدون للفداء مستعدون للقتال بين يدي ابن رسول الله ليسوا مستعدين للتسليم التام ما عندهم صفة التسليم التام ثم قاله نحن أعلم بالوقت فإذن لكي نكون من جندي صاحب العصر والزمان لابد أن يكون عندنا تسليم كامل لأمره وأن من أشد ما يقاسيه صاحب العصر والزمان حين ظهوره الذين يعترضون عليه باسم الدين ويؤولون رواية عبر يتأولون عليه القرآن يقول له لا هذا ليس حكم الدين الإمام هو هو وحي الله هو المتصل بالله تمام يخبرهم يقول هذا الدين يقولوا لا الدين ليس كذلك بدليل قوله تعالى ويستدلون عليه ببعض الأمور يعني عندهم رأي في مقابل رأيهم ما عندهم حالة التسليم هؤلاء يكونون أعداء الإمام في معسكر الذي يكون مقابل معسكر الإمام فإذا أردنا أن نكون في معسكر الإمام لابد أن نحصل ملكة التسليم من الآن قبل ظهوره وأول المراحل أنه الإنسان المنتظر لا يكون عنده حالة اعتراض على تأخير زمن الظهور فقد ورده في دعاء زمن الغيبة المروي عن السفير الأول للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ورد فيه فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخيرا ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لم ما أعترض على الغيبة ما أقول لم وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أموري كلها إليك إلى الله عز وجل فالتسليم ليس بالأمر الهيين إذا نلاحظ بعض الروايات نجد أنهم بعض أصحاب الإمام العمالق أساطين التشيع بعض أهم الأصحاب ما قدروا يحصلون هذه الحالة هذه الصفة صفة التسليم في بعض الحالات بعض الأمور صعبة جدا فالتسليم يحتاج أولا إلى عمل وترويض النفس ويحتاج إلى دعاء وتزديد إلهي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المسلمين لأمره ولأمر رسوله ولأمر وليه الحجة بن الحسن المهدي المنتظر أرباحنا لتراب مقدمه الفداء والحمد لله رب العالمين سك من الغفر وفيض حكمته رمضان والقرآن أنهار رحمته